محطتنا هلأ أكيد مع الراحة النفسية شوي خلينا نقوله التنظيم والتخطيط كتير هي ضغوطات الحياة اللي بتواجه الإنسان وبتسرق حيويته وطاقته على إنجاز الأعمال وأحياناً كتير بتخليه عاجز عن القيام بأي فعل لهيك نحن بحاجة دائماً لشحذ الهمم من الجديد والدفع بأنفسنا للأمامة أكيد سلمة على هذه الأرض ما يستحق الحياة عبارة قال الشاعر محمود درويش منذ أعوام لتكون من الأقوال المحفزة اللي ممكن نبتدي نهارنا فيها ولنحكي أكتر عن موضوع حيوي يمكن يقدر يعطينا أكسجين الرضا والسعادة وهو التحفيز خلونا نرحب معنا بالاستيديو والدكتورة لبنش بشارة مديرة التنمية الإدارية بوزارة الثقافة يسعد صباحك صباح النور صباح الخير بداية خلينا نعرف المشاهدين شوي بمفهوم التحفيز تمام التحفيز هو أي سلوك أو إيحاء أو كلمة ممكن نحن نستخدمها لحتى نأثر على الشخص اللي مقابلنا لينفذ عمل معين كيف بيكون هذا التأثير بيكون أنه نحن بهالكلمات أو السلوك اللي طبقنا عليه أثرنا على زيادة الرغبة عنده على زيادة الدافعية على إحساسه بقدرته على تنفيذ العمل لأنه أي عمل بيحتاج لرغبة زائد قدرة وجودة عنده لكن هو ما نقدران يحس فيها فزدنا له الإحساس بالقدرة بالإضافة لأنه حسسنا بالرغبة فيها طبعاً فبينفذ هو العمل بتكون آثار التنفيذ على عدة مستويات نفسية واجتماعية ومادية فهي باختصار أنه التحفيز هو سلوك نحن بنعمله لنأثر على الشخص منزيد الدافعية فبينفذ عمل بجودة معينة يمكن لبنا حكينا أكثر من حلقة قداش مهم يكون عندنا هدف بالحياة لنقدر نحفز يمكن كتير من مقصص بحياتنا خلينا نحكي اليوم التحفيز بكل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها كيف ممكن نحفز أنفسنا المحيط قداش بيلعب دور بالتحفيز تمام في عنا مجموعة أنواع للتحفيز ممكن نصنفه لتحفيز مادي ومعنوي فمثلا التحفيز المادي هو مثل إذا بالأم ربط المنزل وقت ابنة ياخد علامات عالية فهي تجيب له هدية هذا تحفيز مادي يعني يعطته شيء مادي ملموس بالعمل التحفيز المادي ممكن تكون مكافأة يعطيه رئيس العمل لموظف معين عمل نشاط جيد أو عمل فكرة مهمة دعمة العمل فهذا بالنسبة للتحفيز المادي التحفيز المعنوي كلمة حلوة مثل لما الأم تحضروا أولادها هنا عم يعملوا مسرحية أو عم يعزفوا على المسرح فهي بتبتسم بتشجعهم بتعملهم تمام هاي الحركات أو الإيماءات البعيدة كثير بتحفز الطفل أما بالنسبة للعمل فمثلا شو ممكن يكون الحافز المعنوي شكر ممكن يكونوا قاعدين باجتماع فيجي رئيس الجلسة أو المدير يشكر موظف معين على أداء عمله فهو ممكن يكون شكر ممكن يكون بطاقة تقدير هي ما إلى قيمة مادية لكن إلى قيمة معنوية كبيرة من الأمثلة اللي كتير من عرفة كلنا عن تحفيز معنوي كان قصة أديسون وقت طلعوا من المدرسة بعتوا رسالة لأمه إنه ابنك فاشل ولا يمكن إنه إحنا نقبله عنا بالمدرسة فهي شو عملت معه هي طبعا ما بتعرف شو أبعاد القصة هي أخدتها من جانب تاني من جانب إنه أنا ما بدي أحبطه نفسيا أنا بدي أعلمه بدي أعمله شخص جيد قد ما بقدر بس ما توقعي تطلع به النتيجة الرائعة فشو عملت هذا تحفيز معنوي قالت له بالمدرسة خبروني إنه هنين ما بيقدروا يوصلوا للمستوى تبعك عكسة له القصة لأنه أنت مستواك كتير عالي أنت بدك منهاج خاص فيك الباقي الطلاب ما بيقدروا هنين يوصلوا لمرحلتك فلازم أن علمك تعليم ذاتي قعدت هي تعلمه هذا طبعا الشيء ما اكتشفوا أديسون لبعد عشرات السنوات لبعد ما توفت والدته بس طبعا شوفوا الأسر اللي تركوا على هذا الطفل من لما طلع من المدرسة قدي كانت حطم لو ما أمه استخدمت هاي الطريقة هذا تحفيز معنوي فشوفوا قدي مهمه وقدي فعال هلأ هاي التصنيف الأول للتحفيز مادي ومعنوي التصنيف الثاني هو تصنيف لأفراد تحفيز فردي أو تحفيز لجماعة مجموعة طيب شو الفرق وأي الأفضل التحفيز الفردي بيشجع على المنافسة مثل الإم لما تقول لابنة شوف فلان قديشه شاطر وعلاماته عالية وكذا هلأ هذا جيد بس ما لازم تستخدمه باستمرار لأنه دايما لما تحطوا له شخص مقارن هو أفضل منه رح يصير في عنده حقد عليه نزعات لأوي نزعات شوي من الأفراد فهي ممكن تحفزه لدرجة بس رح تولد عنده دافع كره لهذا الشخص فهي الأم شو المفروض بهذه الحالة تعمل أنه بما أنه المركز الأول هو ممكن يكون فيه كل الطلاب بالصف فأنا ليش لحتى قارنه بحدا؟ لا أنا بقول له أنت لازم تكون علاماتك كلها عالية ما حدا أحسن منك طيب تعال نشوف أنت بشو مقصر مو بالضرورة تقارنه باستمرار بحدا رغم أنه المقارنة جيدة بس مو دائمة بحدود دنيا تمام لأنه مثل ما بنعرف قصص النجاح نحن نروح نتعلم مننا فنحن لازم نشوف الآخرين شو عاب يعملوه بس ما يسببوا لنا مشكلة نفسية طيب نحن قلنا التحفيز الفردي بيولد منافسة وهو مهم في قصة كمان اليوم بنا نحكي كتير عن الأمثلة اللي بنعرفها قصة السلحفات والأرنب هلأ نحن تلنا هاي يمكن قصة كل العالم ربيت عليه كل العالم ما رح أحكيي أنا بس رح أحكي الهدف منه شو الهدف من هاي القصة؟ إنه الشخص لو كان إمكانياته ضعيفة لكن هو قادر إنه يربح يكسب أو يحقق اللي بده يا فهي بتحفز مين هاي القصة؟ بنحكي له ياها بتحفز الشخص اللي إمكانياته ضعيفة إنه ليش في هيك قصة وكل عالم بتعرفها فأنت ممكن إنه تبرز بمجال معين طيب هذا الإصدار الأول للقصة نتيجة تطور العلم والدراسات والأبحاث صاروا ينظروا للقصة بمنظور تاني شو هو؟ طيب أنا مو دايما عندي نفس الأرنب اللي هو رح يسها ورح يتلرق لي فرصة صح؟ صح فأول شي إذا أنا الأرنب هو الشخص اللي عنده إمكانيات لكن ما نو ملتزم بحكي له نفس القصة بس بحكي له ياها أنه أنت بالإصدار تاني أنت إذا انتبهت على أخطائك وما أصرت أنت اللي رح تكسب وبالفعل منشوف إذا الأرنب أو الشخص اللي عنده إمكانيات عالية بس هو مضيعة هو ممكن يكسب السلحفات طبعا هو عكس لنا القصة تمام؟ هلأ هي قيمة تم نحكيها للأطفال لما في كتير من الأولاد هنين المميزين جدا لكن علاماتهم مو تامة ليش؟ دائما الأهل لما يشوفوا حالهم في يون والأستاذ بالصف إنه برافو وكذا وهو نتيجة أجوبته السريعة والمباشرة بالصف بيقوم ما بيدرس إنه أنا شاطر وزكي وكذا فبيقوم بينقصه كم علامة ما بيحصل المرتبة الأولى دائما الشخص الزكي أسكى واحد بالصف لأنه بيعتمد بس على قدراته الذاتية ما بيبزي المجهود فمنحكي له قصة الأرنب لما هو لا ما نام لما هو كان عنده مسؤولية والتزام فالقصة الأولى البطيء والمسابر بفوز القصة الثانية هديك عن السلحفات قصة اللي عن الأرنب هلأ من أولى للولادنا اللي هنه بالحالة الثانية إنه الأرنب إذا ما سهي هو بيحقق المركز الأول هذا شو عم نشجع تشجيع أو تحفيز فردي عم نولد منافسة بين اتنين طيب هلأ منرجع للولاد اللي هنه إمكانياتهم أقل هدولي الأشخاص مو دائما بيتحلن البيئة بتحلن أنه هنين يتميزوا فشلون هلأ مو بس للأطفال حتى للشباب واللي بعمر الجامعة وأكتر لازم يفكروا بهذا المنطلق إنه أنا موجود بإمكانيات ضعيفة بعرف حالي بمجال معين وفي حدا أهم مني بإمكانياته بهالمجال فشو هون بتعمل السلحفات والأرنب بتقول له السلحفات شو رأيك؟ نغير الهدف ما نروح من هداك الطريق بدنا نروح من هذا الطريق وهداك هدفنا على التلة الثانية بيوافق الأرنب كونه إمكانياته واثق فيها هذا عم نحكي تحفيز فردي فهي القصص لازم نحكيها للأطفال أو حتى للشباب بالورشات التدريبية فبيروحوا من الطريق الثاني مين اقترحوا السلحفات؟ ركض الأرنب بيوصل لأرنب معينة على ضفة نهر ما فيه يقطع النهر فشو؟ وقف وصلت السلحفات بعد ساعتين تسبحي سبحيت وكملت فهي فازت شو معناته؟ معناته الشخص الإمكانياته ضعيفة يبحث عن البيئة اللي بتخليه يبروز السلحفات برزت بمكان ما بيقدر يمرو في الأرنب بس هون فيه نوع من الخداع يعني كمان نحن لازم ننتبه شوي أنه مول شرط إذا أنا قدر وفر لنفسي إمكانية جيدة أني استخدم نوع تاني هو الخداع لا هو ما خدعته لأن هو بإمكانه يشوف الطريق هن الاتنين قاعدين بس هو من شعور العظمة بي ذاته أنه أنا قادر على كل شيء ما همه الطريق ما فكر فيه تمام؟ مثل وقت القصة الأولى هو أنه كان كتير واثق بإمكانياته فنام تحت الشجرة تمام؟ فنفس المبدأ هلأ نحن بالحياة كل الأشخاص موجودين عندنا فنحن إذا لنا بدنا نعمل هلأ هاي هي كيف نسقطه على الواقع مثلا شخص هو فنان وناجح بالفن مو بالضرورة يقول أنا بدي اشتغل شغلة إدارية لحتى أترقى بمنصبي ليش؟ لأنه هو بالفن ناجح أكتر هون منقدر نسقط هديك القصة على هاي نفس الشي شخص هو رائع بالتدريس مو ضروري يكون هو يصير مدير أو يستلم مدير تربية لا أنت كمعلم رائع أسلوبه تدريسي جيد فيخليه بمكانه بيكون بارز تمام؟ هاي صار عندنا ثلاث قصص عن السلحفات والأرنب هذا كله بنشتغل عليه تحفيز فردي بشجع المنافسة لأنه بآخر قصة كمان رجعت كسبت السلحفات برزت بمكانها بالمكان اللي فيه إلى مؤهلات فيه منجي على النوع الثاني تحفيز الجماعي وين ممكن يستخدم هاد؟ بالصف المعلم أو المدرس بيحفز الطلاب بعدة طرق مثلا بيشجعهم على الحكي أنه يناقشوا على الحوار على أنه يعملوا مثل مناظرة بين بعضون هاي واحدة من أساليب التحفيز للواحد يطلع عن الخوف اللي عنده يطلع بالمعلومات اللي عنده يشارك فيها الآخرين يقترح أفكار جديدة ممكن كمان بالعمل بالعمل بفرق العمال منلاقي المدير بيشجع الفريق أو بيعطيه مكافآت أو تحفيز معنوي الفريق اللي أدى المهمة بطريقة جيدة تمام لأنه هي ما فيه شخص وحيد هو اللي ينفذ هاي المهمة فبالتحفيز الجماعي إذا بنا ناخد كمان قصة شوفوا قدي الدراسات النفسية عن قصة السلحفات والأرنب بتوصلنا لأماكن كتير بعيدة إذا أخذنا قصة السلحفات والأرنب بس بدهم يشتغلوا كفريق عمل قامتا بيشتغلوا لما يكون الهدف واحد مو الهدف المنافسة متل وقت قلنا تحفيز فردي بيولد منافسة هون المجموعة تحفيز المجموعة بيولد لي الوصول للهدف فأنا بالمؤسسة هدفي هو هدف المؤسسة مو هدف فرد بالبيت الام هدفة البيت كله يكون منسجين فيه راحة فيه انسجام بين الموجودين فشو بيعملوا هون السلحفات والأرنب بالإصدار الرابع للقصة بتجي بيتفقوا بما انه الطريق فيه هاي المشاكل وانا عندي مؤهلات بمكان معين وانت عندك سرعة بمكان معين انا بقدر اسبح بالنهر وانت بتركض بسرعة كتير فشو عملوا اتفقوا مع بعض فاجا الأرنب حمل السلحفات بالمسافة اللي هي طريق فوفروا الساعتين اللي هي استهلكتهم بنصف طاعة وهي حملته بالمي وقف عليها وسبحت فحققوا المهمة بانه وصلوا للهدف مع بعض بوقت أصير وبيجهد أقل لأنه هي مرة حملته وهو مرة حمله فالجهد والوقت أقل طبعا بالمؤسسات لما بنسقط هذا الحديث بيجي كل شخص من فريق العمل مختص بالمهمة بيشيل أو بيحمل الفريق لما يكون دوره لما تكون المسؤولية على عاطقه هلا وبيتخصصه وبيترك دور قيادة الفريق للشخص الثاني لما يصير المهمة هي مهمة الفرد الثاني بيتخصصه فبتتبتل القيادة بقيادة الفريق حسب الشخص ليش لما نشتغل تحفيز جماعي ولما يكون هدفنا واحد هدف للمجموعة فمعناته أدي أخدتنا قصة الصلحفات والأرنب لزوايا بعيدة تماما لمطارح تانية بالتحفيز بدقيقة بس دكتورة لبناء بنناخد منك النصيحة أخيرة لنجاح التحفيز بحياتنا نجاح التحفيز كثير فيه إله أمور سهلة وبسيطة ومتوفرة عنها رح أحكي بس أنا جزء بسيط منها أول الشي نقرأ عن قصص النجاح لأنه منتعلم منها وشغلة الثانية اللي أنا بلاقيه كثير مهمة هو فيه كثير أمور مهمة بس اللي أنا بلاقيه تأثيره كثير كبير هو نقعد مع الأشخاص الإيجابيين الشخص الإيجابي بيرفع من طاقة اللي مقابله مثل ما هلأ أنا قاعدة معاكن والمشاهدين كلهم شكراً بس يشوفوا الإبتسامة هذا بيعلم النفس بس يشوف الشخص الإبتسامة فهو تلقائياً بيرتاح بيعمل راحة نفسية تمام الراحة ضرورية لنبلش نهارنا فيها لنبلش بإيجابية لناخد جرعة تحفيز وبناء أنا علي منبلش بعملنا وبتحقيق هدفنا أكيد ونحنا كمان نتشكر وجودك معنا يمكن فيه شغلات بسيطة هي بتكون بين إيدينا نحنا بنجهلها معك بنقدر نتذكر وأكيد المشاهدين شكراً كتير إليك دكتورة لبناء أهلاً وسهلاً فيكم دكتورة لبناء بشارة شكراً لوجودك معنا أما هلأ مشاهدينا